مما لا شك فيه بأن فيه اهتمام كبير جدا بالمرأة المصرية وده عمر ملحوظ وملموس وانعكس بشكل كبير جدا على كثير من الملفات ولأن الحوار الوطني لا يقتصر فقط على القضايا السياسية بس بيناقش كمان كل القضايا المجتمعية بما فيها قضايا المرأة اللي هي واحدة من أهم وأولويات الحوار اللي بيتطرق أو هيتطرق لكثير من قضايا المرأة المجتمعية سواء دورها والقوانين الخاصة بها احنا لو شفنا متابعاتنا في وسائل الإعلام لملف المرأة سنلاقيها متابعات مستمرة يعني احنا دائما ما نتحدث عن مثلا حرمان المرأة من المرأة تقديم تنازلات في الزواج الوصاية على الأولاد قانون منهضة العنف ضد المرأة كلها ربما عنوين مستمرة في وسائل الإعلام بالتأكيد كل هذه العنوين ستنتقل تباعا إلى جلسات الحوار الوطني قضايا المرأة ستظل من أبرز الملفات اللي بينقشها الحوار الوطني سواء في المحور الاجتماعي اللي هو ربما الأبرز أو في المحاور الأخرى اللي بتنعكس فيها قضايا المرأة عليه وحتناول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية تمكين المرأة في كل المجالات كل هذه التفاصيل حنقشها بصحب ضفتنا الأستاذة شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن اللي من ورانا النهاردة في سوريا وصباعة الكرمس أهلا بيك يا سيد شايمان أهلا بيك يا فندم يعني في أفكار وفي أضايا كثيرة جدا جدا مهمة بالتمس المرأة المصرية مهمة المرأة المصرية وما فيش يعني أفضل من مئدة الحوار الوطني اللي يتم النقاش في هذه القضايا المهمة أبرز المحاور اللي بتتعلق بالمرأة في الحوار الوطني إيه هي إحنا عندنا في الحوار الوطني تلات محاور أساسية الاقتصادي والمجتمعي والسياسي المرأة شريك في كل محور من هذه المحاور يمكن نقول أو نقدر نقول أن المحور المجتمعي ببنود الستة أو محاور أو قضايا الفراعية الستة هي المحاور الأساسية اللي بتهم المرأة دور الأسرة قضايا الأطفال التعليم الصحة كلها محاور أساسية تهم المرأة باعتبرها أم وزوجة لكن في محاور أخرى تهم المرأة باعتبرها لها دور أساسي في المجتمع المصري مبارح في نقاشات أو في بيطء جلسات المحور السياسي كان النقاش عن القائمة النسبية والقائمة المطلقة طب هي القائمة المطلقة القائمة الدستورية اللي بتسير بيع الانتخابات والتتوافق مع الانتخابات هي القائمة اللي بتضمن حقوق المرأة في التمثيل البرلماني وما يطلق عليه الكوتا المرأة والشباب وزاوي الهمم والأخباط التأكيد مبارح والتركيز مبارح على أن القائمة المطلقة هي القائمة الأصحة والأنسب في المرحلة دية والمتوافقة مع الدستور واللي بتحقق أو بتلبي تواجد المرأة ودورها ده تمكين وده وجود للمرأة وده تأكيد على أن المرأة شريك في كل محاور الحوار الوطني وكل موائد الحوار الوطني حتى لو كانت سياسية منها طب ده سياسيا في مجال الانتخابات اقتصاديا مثلا هيبقى فيه هو فيه مرأة لا تتأثر بالتضخم وارتفاع الأسعار وهو المحور الأساسي في المحور الاقتصادي يعني يا فندم حضرتك المرأة شريك في كل ما يحدث أنا متأثرة كزوجة كأم كمواطن شريك في كل ما يحدث هينعكس إزاي ده في جلسة الحوار الوطني؟ هينعكس لأنه في النهاية أنا النهاردة بجلس على طاولة النقاش وأقول أنا من حقي كسيدة في المجتمع وأحصل على التمكين وأمارسه أن كل هي صوت برلماني فده بيحصل في المحور السياسي من حقي أن أنا أناقش قضايا الاقتصادية من خلال اللي بيحصل اللي احنا شايفينه يعني أنا كسيدة مصرية عندي تحديات اقتصادية رهيبة كإدفاع الأسعار، التضخم، المشروعات الصغيرة تمكين المرأة وحضورها من خلال المشروعات اللي بتقدمها وزارة التضامن وبرامج الحماية الاجتماعية كل دوات بينعكس على المرأة أنا النهاردة في المحور المجتمعي بقى دخل على الصحة محور المجتمعي هو الأصل يعني يعني والأساس أيها طبعا بس الباقي لا احنا موجودين طيب يعني في عادات وتقاليل كده مترسخة في أزهدنا كلنا يعني مغلوطة ضد المرأة شيئنا عم أباينة موروسة كمان الموضوع مش بس قوانين ولا وايح النهاردة احنا لينا دور مجتمعي كلنا هل هيتم منقشت ده في مائدة الحوار الوطني يعني أنا النهاردة إزاي هغير مفاهيم كتير جدا لدى المواطن العادي على فكرة يعني حتى السيدات عندهم مفاهيم خطئة عن المرأة موروسة فالنهاردة إزاي أنا هغير ده هو تغيير لي مراحل ولي صبل مختلفة الإعلام وسيلة الأساسية لمخطبة العقول ومن ثم إحداث التغيير احنا بدأنا أن التغيير دوت من خلال أولا أننا أستعرض المشكلة كان عندنا دراما في رمضان والدراما مؤثرة والدراما هي ترسيد لحياتنا وترسيخ لمشكلاتنا بنشوف المشكلات كان عندنا عملة نادرة وكان عندنا تحت الوصاية والدراما دي تحديدا ركزت على القضايا المهمة جدا التي تتعرض لها المرأة وتحديدا في بعض مناطق الصعيد من حرمان من المراث بدعم أنها سيدة لا حرمان المراث في عملة نادرة وتحت الوصاية القوانين اللي بتكبل حقوق المرأة في التعامل مع أطفالها حل وفاة الزوج وفي الحقيقة يعني إحنا النهاردة وإحنا بنتكلم على هذه القوانين فإحنا بنشير على ما نقدرش نقول خلال نقدر نقول عوار هو الأنسب لأنه تجاوزنا مرحلة الوصاية على امرأة هي تمارس الوصاية بالفعل يعني مين حتى في حضور الزوج الأم والزوجة هي اللي بتدير كل الأشياء هي اللي بتدير حياة زوجها هي اللي بتدير حياة أبنائها هي اللي بتدير المجتمع ونصف المجتمع وده دايماً خطاب السيد الرئيس ساليها وفي حالة استنهاض للمرأة المصرية على كل مستويات بداية من السياسة ووصولاً لكل الأزمات المجتمعية اللي بنمر بيها عندنا كل سنة في عيد الأم بيتم تكريم عدد كبير جداً من الأمهات المثاليات صحيح قاموا بأدوار بطولية جداً وأغلب هن توفعن هن الزوج فقامت بطول بقى الأم والأب وربت واشتغلت وكفحت وسندت وقصص عظيمة فأنا ليه متصورة أن الأم بمجرد ما حتار الزوجها عتطلع تعمل عمليات تجميل وعتصرف الفلوس على نفسها لا الأم بتوقف وبتساند وكل سنة بنكرمها كأم مثالية أجي بقى كأم مثالية ورسة عن جزها لا دي محتاجة وصاية لا دي محتاجة رجل في حياتها هي محتاجة رجل في حياتها يطبطب يسند يساند يساعد وده بيقوم به العم الخال الجد لو موجود الأخ لكن في النهاية مش محتاج واصي على الأموال صحيح طب رغم كل جهود التوعية في المجتمع المصري ورغم منقشة وسائل الإعلام في الصحافة وفي الراديو وفي التلفزيون لقضايا المرأة ما زالت هناك ممارسات سلبية شديدة جدا ضد المرأة مثلا قصة الزواج المبكر القصرة وخصوصا في ريف مصر وصاعي ضيعة القصة دي بيترتب عليها على كبير ضياء حق هذه الفتاة في التعليم ضياء حقها في الحياة ظلمها لأطفال مش عارفة تربيهم لأنه ما عندهاش خبرات مما يترتب عليه أيضا طلاق مبكر وتشريك للأطفال يعني ما عندنا قضية كبيرة جدا إزاي يتم مناقشة ده في جلسات الحوار الوطني نخرج بمخرجات تشريعية تنفيذية من وجهة نظرك إزاي نعالج ده نتفق نتفق على المساميات الحوار الوطني لا يناقش جرائم حرمان المرأة من المراس جريمة في القانون وفي الشرع الزواج المبكر جريمة في القانون وفي الشرع فأنا لا أناقش جرائم أنا أجرم وأغلز العقوبة وبعد كده نبدأ نشوف بها مين اللي عمل دوت وعنده مشكلة يعني أنا إزاي أعدى تناقش مع واحد قرر إنه يتحدى القانون ويتحدى الشرع ويحرم امرأة من مراسها إزاي أعدى تناقش مع واحد قرر إنه يزوج بنته دون السن القانونية ده يتسجن الأول وياخد عقوبته وبعد كده نبدأ بقى نتكلم إنه تعال بقى نديك إيه الوعي وإنفهمك اللي أنت بتعمله دوت مخالف للقانون في إيه ومخالف للشرع في إيه العقوبة وتغليز العقوبة هو السبيل الوحيد للحلول ده الأساس لكن المفترض الحوار الوطني يناقش منابة الوعي إحنا ليه بنصل لهذا عشان المرأة لا تتعلم المرأة الآن أعلى نسب في التعلم أعلى نسب في التوظيف أعلى نسب في الحصول على الحقوق إحنا كنا الأول لما بنزنق في الشغل نطلع على محكمة زنانيري ومحاكم الأسرة ونقعد نستنى بقى قصص المأساوية بتاعت السيدات وهم بيحكوا أزمتهم في الأحوال الشخصية الموضوع ده تنتهي لما انتهيش بس تغيرت المشكلات بقت أشد قصوة بقت مرتبطة بالتشريع أكتر بقت مرتبطة بالقوانين أكتر لكن دلوقتي حصل انفصال بتحصل على النفقة في وقتها المحكمة بتسد عن الزوج وبعد كده تقاضي الزوج بيحصل تمكين السيدة اللي بتوفي عنها زوجة على طول تكافل وكرمة لا محتاجة مستورة لا محتاجة مشروعات صغيرة لا بيحصل تمكين فكل اللي بيحصل بيد الدولة ماينفعش المواطن يهدموا أو بمعنى أصح ماينفعش مواطن دون مستوى الوعي يهدموا فإلى النص الجميع لمستوى الوعي المطلوب وده حيحصل بجهود حياة كريمة الله يبقى عندهم كمان وعي بيهدموا للأسف فبعد الناس لما بتبتدي تعند أو تدخل في عند ساعتها الموضوع بيبقى صعب شوية لما يعرف انها جريمة ويهدد بإجراء عقوبة معينة يهدد طبعا من قبل القانون الكل حيلتزم لازم الحوار الوطني الجميل فيه أنه فيه رابط بتشارك فيه المواطنين بقراءهم ومقترحتهم النهاردة السيدة المصرية الأصيلة اللي فتحة دلوقتي تتفرج علينا اللي قاعدة في المحافظة بتسمع قاعدة تسمع يعني إيه حوار وطني هي لسه ما تعرفش إيه هو أو عايزين نتكلمها إيه هو وإيه دورها ممكن يكون فيه هيفيدك في إيه يعني أوجيه لها كلمة أوجيه للسيدة المصرية اللي بتتفرج علينا دلوقتي كلمة أقول لها أنت شاركي بصوتك لو تعرفي تدخلي على الرابط وتتكلمي وتقولي أنت عايزة تلاقي إيه وتشوفي إيه من حوار الوطني إيه اللي لسه نقصك إيه الحاجة اللي أنت حابة أنه تبقى مطروحة على مقيدة النقاش في الحوار الوطني يتناقشوا فيها ويتكلموا فيها هي حتى مش محتاجة تدخل على الرابط مش محتاجة تبزل غير أنها تقول هي عايزتي أنا تبعت من خلال حضراتكم من خلال شاشتكم ومن خلال أغلب الشاشات المصرية والحمد لله جاهد سواء طبعا للوطن والدستور واليوم السابع وكل الصحف وأيضا للتلفزيونات نزلنا الأماكن الحية واتكلمنا مع الناس أنتم محتاجين إيه من الحوار الوطني كلمة أنت محتاج إيه كلمة كبيرة الناس أول ما بتقولها أنت محتاج إيه بتقول كل احتياجات كل هذه الاحتياجات ملبأة بقدر وملبأة بشكل وبتصور من خلال الحوار الوطني طبعا وفقا للأولويات أولوية المواطن أعتقد حوالي 37% من المقترحات المقدمة للحوار الوطني كانت في المحوار الاقتصادي وده يدلنا أن المواطن بيفكر في إيه ويحلفين 34% من المقترحات المقدمة في المحوار المجتمعي النسبة الأقل لحوالي 28% كانت المحوار السياسي وده مفهوم لكنه في النهاية المواطن حدد اتجاهاته وأولوياته الاقتصادي المجتمعي ثم السياسي أيضا المرأة المصرية لما بننزلها بالكاميرا ونسألها محتاجة إيه هي محتاجة كل الاحتياجات اللي موجودة في الحوار الوطني تعليم كويس موجود موجود في الحوار الوطني صحة موجودة في الحوار الوطني فرص عمل موجود في الحوار الوطني سيطرة على الغلاء والأسعار موجود في الحوار الوطني وهو غير أنه موجود في الحوار الوطني هو موجود في المجتمع يعني الحوار الوطني هو امتداد لما يحدث على الأرض بالفعل أو إعادة قراءة ونقدر نسميها تبويب للاحتياجات لكن هي في النهاية هي احتياجاتنا الأساسية وموارساتنا اليومية كل يوم بيحصل من بارح السيد الرئيس في افتتاحات شرق الععينات بيتكلم على مساحات خير جديدة الأصفر والأخضر دول مساحات الخير في مصر احنا النهاردة عندنا حياة كريمة وكل يوم فيه نشاط لها في محافظة من المحافظات في أحد القرى فيحصل على الأرض وبيحصل على مواقع الحوار بس قولي يعني المرأة المصرية قولي قولي احتياجاتك وانس ان يجي لك حد يقولك ايه احتياجاتك تتكلمي صحيح على اي حال يعني مواضيع المرأة لا تنتهي وعندنا عدد كبير جدا من الموضوعات الخاصة بملف المرأة ما زلنا مستمرين مع حركة أستاذة شايماء خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا مع الأستاذة شايماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن حول اهم المحاور التي من المفترض أن تخرج ب عدد من التوصيات أو مشاريع القوانين من خلال الحوار الوطني فيما يتعلق تحديدا بملف المرأة المصرية فاصلونا أهلا بحضرتكم من جديد من بعد الفاصل ولسه مكملين كلام عن ملفه مهم جدا بيتم طرحه ومنقشته على مائدة الحوار الوطني وهو طبعا المرأة وحقوقها وأي حاجة بتتعلق به قضية المرأة ومعنا مكملين كلام مع ضفتنا الأستاذة شايماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن أهلا بكي مرأة تاني أهلا بكي عايزين نتكلم في يمكن نقطة تانية كمان مهمة جدا وهي العنف الأسري لسه لغاية النهاردة في سيدات بتتعرض لعنف أسري بتتعرض لعنف مجتمعي كيف ستطرح هذه المشكلة أو هذه القضية على مائدة الحوار الوطني وإيه المخرجات اللي ممكن نطلع بيها وإحنا لازم نفرق ما بين أنواع العنف اللي بتتعرض له المرأة ودرجاته لأن البنت في بيت أبوها لما بتتعرض لعنف من الأخ أو من الأب بيبقى فيه قيود كبيرة جدا على اعترافها الدوات ومواجهته في مساحة أخرى الزوجة التعرض للعنف من الزوج ده القانون حربه وحددله لكنه في النهاية منوط به أن حيحصل بقى انفصال أو حتحصل خرب بيوت فالستات بتخاف عندنا عنف مش كل العنف بدني فيه إيزاء بيحصل في أماكن العمل فيه طول الوقت وصم به أن أنت بتصلي ليه ما تصلي إليه لأن أنت مش جديرة لأن مجرد واحدة ستة فأنت عندك طول الوقت أنت محاطة بعمف يجب خليني أركز محركة على العنف الأسري اللي موجود بداخل المنزل لو أنا هتكلم النهاردة على أب مثلا أو أخ بيدرب أخته إزاي بيجرم القانون هذا الفعل في حال طبعا اعتراف البنت يعني هو أمر مرهوم بالاعتراف أو بأن الأم أو الأم تبلغ أحيانا في بعض الأحوال يعني فيه سيدات أبلغن عن أزواجهن لما كان فيه محاولة من محاولات الختان وهو ده ممنوع ومجرم فالفتاة مجرد أنها تصل لسن تقدر تعبر أو تشكو من عنف بيحصل لها فأنت هنا بتواجهي بقيود بقى المجتمع هنا بيظهر بقى سلاح المجتمع أو يد المجتمع تظهر وإنت إزاي تشتكي أبوكي إزاي تشتكي أخوكي لكنه إن في الحالة دي الدور الحقيقي اللي نقدر نشتغل فيه كإعلام وكحوار وطني هو على الوعي لسانك أقرب من إيدك أنت لما هتناقشها وهتفهمها هي هتفهم وهتعي وهتستوعب وهتتعلم أكتر من اللي ممكن يحدثه الأثر بتاع الضربة أو التوبيخ أو العنف بأي من أشكاله حقيقي إحنا بنمارس جريمة جاه أطفالنا وخصوصا الفتيات وخصوصا لما تكون وصلت لسن الوعي والبلوغ لما يحصل إزاء بدني أنا بشوف حالات بتحصل لتشويه قص شعر وضرب وعنف وفي الحالة دي تتحرك الأم فأنا اللي هينقذ الفتاة من هذا المصير ومن هذا الإزاء أن هي تتحرك وتبلغ أو أن الأم تكون فاعلة لو ما قدرتش تصد عن بنتها أو تتخذ موقف سواء هي أو كبار لعيلة زي ما بيقولوا فهذه الفتاة غر أمينة في هذا البيت ومش هتبقى أم أمينة على أطفالها ومش هتبقى زوجة أمينة ومش هتبقى مواطنة أمينة ثم هي تتعرض لعنف فهي غير أمينة على نفسها هي ما صانيتش نفسها ثابت نفسها توبخ وتعنف وتضرب من قبل من أخر من ذو هتقولك هروح فين هعمل إيه يعني هما بيعودوا يقولوا كده حتى بالذات الزوجة يعني ده كلام بيطلع على الفكرة من الزوجات يعني أنا هتطلق هعمل إيه هروح فين فهما عز دي يعني ده كلام اللي بتقيل هتروح فين لا أماكن كتير بقيت فيه جهاد دلوقتي بتستوعب الزوجات المعنفات والمرأة المعنفة بشكل أو بآخر بيحصل إعادة تأهيل وده طبعا أماكن طبعة لي لجماعات الحقوقية والمجلس القومي لحقوق المرأة ووزارة التضامن كل دوت مؤمن وموجود ومش هدفه إن إحنا نخرج البنت من بيتها وتروح تغضب أو تروح تروح لا هدفه إن أنا أماكنك أنت محتاجة إيه؟ الزوج دوت بيعني كنت مش عايزة تكملي معاه خلاص أنت وصلين الانفصال بنساعدك هتشتغلي بنوفرلك بنوفرلك فرصة عمل لو ما عندهاش أي مؤهل بنساعدها في التأهيل لو ما عندهاش أي صنع أو كده بالبلد لا بتاخد تدريبات محتاجة معايش بيحصل إجراءات المعايش محتاجة مشروع صغير بيحصل إجراءات أو بيحصل تيسير للمشروعات الصغيرة في حالة من حالات الدعم بس ما ينفعش تفضلي تتلقي إيهان أو ضرب وتقولي الصحر وحسين طب الأمر لما تعلق بالجانب المادي يعني هي حنقول إن هي تم تطلق أو طلقت ثم راحت تشتغل فلاقيت إن فيه عنف برضو في بيئة العمل العنف في بيئة العمل ضد المرأة المصرية مظاهر العنف أو مظاهر التحرش أو مظاهر بشكل عام الإيذاء النفس والوصمات الموضوع كله مش لازم يبقى إيذاء بدني وفيه إيذاء نفسي وفيه إيذاء مسكوت عنه القانون المصري عمل حاجة في هذا الأمر وإزاي بيتم معالجته وإزاي البنت تقدر تتكلم في حاجة زي كده من غير ما يعني زي ما بقولوا كده إيه عيشها ما يتقطعش من المكان والله أنا أعتقد يعني لو فتاة أو سيدة بتتعرض لتحرش وسكوتها للتحرش حيبقى مقابل إن عيشها هيتقطع لا عيشها هيتقطع علما بإنه إحنا كنا من كام كنا من خمس ست سنين أكتر من حوالي عشر سنين زي يجي علينا فترة عيدنا بحطين إيدينا على قلبنا ربنا يسطر صاهرة التحرش إحنا الوقت نتكلم عن جريمة التحرش الأول كانت صاهرة الآن أصبحت جريمة وعندنا بقى نماذج كتير وحتى ما بقيناش ننشر لأنها خلاص زي جيمة السرقة زي جيمة القتل قانون النهاردة بيحمي المرأة يعني إحنا بس عايزين نأكد عن المعلومات دي يا فندم لسبب لأنه أي سيدة بتفرج علينا دلوقتي بتتعرض لهذه المضايقات وإحنا بنتكلم حتى عن التحرش اللفظي على فكرة يعني ممكن حد يفضل بدايك بعكسك في بيئة العمل أنت مش مبسوطة مش مرتاحة قانون النهاردة بيحميكي قانون النهاردة في صفك ودي لازم أنت تبقى عرفاها ولازم تبقى حاسة بيوفر لك الأمان وبيوفر لك الحماية ولازم تبقى متأكدة وبيت في دورات تدريبية بتاخد عليها السيدات العاملات في أغلب الأماكن يعني أماكن حكومية وأماكن خاصة حقوقك وراجباتك إزاي إمتى التصرف دورة تعتبر تحرش وإنت التصرف دورة تعتبر تجاوز هو الفرق بس ما بين العنف اللي يكون في بيئة العمل أنه عنف أنا هقدر أوجهه ولن أصمت عنه لكن العنف اللي في البيت محكوم بقيود مجتمعية حشتيك أبوية حشتيك أخوية حشتيكي زوجي هي دي المشكلة الأحاسيس والمشاعر اللي دايماً بتخلي المرأة تسكت عن حقها لكن في بيئة العمل حقي وحقك في بيئة العمل ربما للأسف أغلب السيدات ما بيعرفوش أن في قانون بيحميهم وإن فيه وإن فيه وإن فيه ما بيعاش حد دلوقتي بس يا فنظم يعني هي الفكرة أن كل الناس دلوقتي مع وجود التوعية ومع وجود البرامج ومساحات الهوى المفتوحة للمناقشة ما بتستغلش القوانين دي ما بتستغلش المرأة القوانين دي يعني في النهاية هي مفروض بس تبقى عارفاها وده بيحصر إحنا بنتكلم دلوقتي أكيد اللي سمعنا على الأقل حينتبه لكلمة حيبحث عنها صحيح صحيح طيب قضية التعليم أو قضية التصرب من التعليم تظهر جيدا أو بتظهر جليا في ريف مصر وصعيدها فتيات في سن مبكر بيتم لا أعودي في البيت تجوزي بدري سيبك من الكلام اللي تجوزه عمله إيه تعلمي طبخ تعلمي مش عارف إيه والقانون المصري بيقول أن التعليم الأساسي لغاية الإعدادية رغم أن المجتمع النهاردة على الأقل بيبقى فيه يعني سنوي عام أو ما يعادله أو جمعة وده المتعارفة عليه علشان الستة تشتغل وتقدر تمتهن مهنة تليق بيه تعليقك إيه على هذا الأمر إزاي القانون بيعالج هذا الأمر وإزاي ممكن الحوار الوطني أيضا يعالج هذا الأمر الحوار الوطني منصوص على ملف التعليم أحد أعتقد القضية التانية في المحوى المجتمعي وحيناقش كل مشاكله لكن إحنا عندنا مشكلة متعلقة بالمرأة المصرية كنا الأول ما فيش تعليم الحمد لله بقيت فيه نسب تعليم تصل ليه السنوية والدبلومات الفنية وغيره عندنا مشروعات إحنا بنرصدها على الأرض لسيدات خلصوا الدبلوم الفني أو الصناعي وحولوا المهارة لمشروع عندنا حملات وده حقيقي بقى على الأرض جهد رائع للدكتورة مايا مرسي ومجلس قامري للمرأة حملات طريقة أبواب لشرح أهمية التعليم وفويده بالنسبة للأطفال فبقى عندنا سن التصارب من التعليم بعد ما كان ما فيش تعليم لا بقى بتاخد سنوية وبتتجوز بس اللي بيصل للسنوية أو للدبلوم أو للسنوية الفنية ما بيبطلش لإما بيقوح لشغل لإما لو فعلا بقى حالات الزواج دي بس بتكون على الأقل بلغت وتعلمت إحنا عايزين ننمو أو نعلو بالليفل دوت شوية كانت المعوقات الأول أصل المدرسة بعيدة أصل ما فيش مدرسة سنوية في بلدنا إحنا دلوقتي عندنا عدد كبير جدا من قرى حياة كريمة ضمت إليها مدارس أو إنشأت فيها مجمعات مدرسية أو حتى مدارس الفصل الواحد لاستيعاب لو فيه مثلا عدد الطلبة في القرى دي عشرين طالب في السنوية تعملون فصول وده حصل في بعض القرى فالناس تتكلم فننتبه إن فيه مشكلة فتعالج هو ده الأصل التعبير ثم الإجابة فده بدأ نشوفه لما الناس بدأ يتقول إحنا عايزين نودي عيالنا المدرسة بس ما فيش مدرسة حياة كريمة وفاية المدرسة لأ أصل البنت بتساعد في الغيط إحنا عندنا نماذج أوائل السنوية العامة كانوا بيشتغلوا الصبح وبيذكوا بعض الظهر أو العكس ممكن أقول لحاجة على حاجة أستاذة شماء أنت عارفة أنا أعرف سيدات نماذج كده لسيدات والله العظيم بيشتغلوا هم الأيمين بالبيت يعني من الألف للياء وبيشتغلوا طول الوقت من الصبح بالليل عشان مثلا بنتها ما تسيبش وبنتها كبرت يعني ممكن تسيب التعليم وتشتغل معاها أو تعمل أي حاجة لكن هي أنا أولادي مش هيسيبه تعليم أنا أولادي هيشتغل وأنا بنتي هتشتغل وهتبقى حاجة مهمة الستة المصرية دايما كتت ورقة ربحة في ظل الأزمات الكتيرة أو اللي مرت علينا وما زالت طبعا يعني حالي أقولك في 30 يونيو الستة المصرية كانت موجودة وعندها وعي كبير جدا والله يعني إحنا شفنا ستات كتير في ظل أي أزمات اقتصادية والإصلاح الاقتصادي كانت الستة المصرية موجودة واستحملت وكانت هي بتقف ورابتها وزي ما أنت قلت هي اللي بتعرف تمشي الدنيا وها اللي بتودير دايما رئيس بيشيد بالسيدة المصرية ودورها النهاردة إيه المطلوب من السيدة المصرية يعني الحوار الوطني يعني بعد ما هنتكلم عن القضايا دي المخرجات إيه بقى وإيه المطلوب منها بقى كدورها هي من السيدة المصرية هو بس عطفا على كلامك المتعلق بدور المرأة هو مش انحياز للمرأة لكنه توصيف لما يحدث وحقيقة دي حقيقة إحنا ما فيه الستة في مصر لا تعمل بما فيه مربة المنزل طبعا يعني في عمل اسمه أنا بتشتغل إيه باشتغل ربة منزل حضرتك ربة المنزل وتربية الأبناء ده عمل وعمل جليل فما فيه الستة في مصر لا تعمل إحنا موجودين دلوقتي وعندنا بعض الظهر أبنائنا وعندنا بيوتنا وعندنا أشغالنا فما فيه الستة ما بتشتغلش وهي عندها استعداد تتحمل وتتحمل وتتحمل لأن التضحية ده مكون أساسي لده المرأة المصرية تحديدا مش بمرأة بشكل عام المرأة المصرية تحديدا عندها استعداد تضحي يعني حتى ما طلع الشمس طول الوقت في حال التضحية من أجل أبناء من أجل الزوج من أجل العمل من أجل الأخير من أجل البلد فأنت طول الوقت في حالة تضحية وحباها الحب هو الفائق طيب أنا نعرض عايزة أمن الحوار الوطني أنا عايزة يعني المكون الأساسي للاحتياجات المرأة المصرية من الحوار الوطني هو نفسها نفسها ممثلة في حقوقها حال الطلاق حال وفاة الزوج حقوق أبنائها حال الطلاق حال وفاة الزوج اللي هي النفق قوي الوصاية والقوانين ديها تناقش في الحوار الوطني وتم إدرار قوانين الوصاية للمناقشة في الحوار الوطني يوم الخميس وده كان أحد أشكال الاستجابة الفورية لتأثير الإعلام والدراما ورح يدرار يوم الخميس ما كانتش مدرجة تم إدراجها للمناقشة في الحوار المجتمع يوم الخميس محتاجة تعليم جيد تعليم جيد أبقى مش قال أنا على بنت هتتجوز ولا لا بس هتشتغل احنا دلوقتي باية الأولوية اشتغل وحقق نفسك وبعدك هتتجوز صح ده بسمعه من أمهات كثيرات وللأسف ومن فئات مجتمعية كثيرة ومش كلهم متعلمات طب أنا الإعلام عندي دايما بيعني خليني بقى تكلم معك بصراحة دايما بيناقش كل هذه القضايا هل بيوصل هل بيوصل للريف والمدن هل بتسمعه ربة المرأة في صعيد مصر أو في ريفها هل بتقتنع بي هل إحنا عندنا مشكلة حقيقة في التواصل مع هذه الفئات يعني أين الإعلام المصري يا وجندة العام المصري من الوصول لهذه الفئات ربما إحنا بنخاطب بس أنت أكيد عارفان إيه تارجت أودينس يعني جمهور مستهدف وإزاي نصل لهذا الجمهور وإزاي يقتنع وإزاي نعمل آيكون أو نعمل نموذج يعني العلوم من المعلام المختلفة هل نجحت بالفعل أنها توصل معه وتوصل كل هذه الأداء؟ أنا لديش معيار يثبت النجاح لكن عندي معيار تثبت الوصول أنا وصلت أو وصلت يا كم في المية؟ ما أقدرش برضو ما أقدرش يعني أنا أنا مش الشخص المتخصص في القياس أنا فاهم بس 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 في نسبة كبيرة جداً بنناقش قضية التصرم والتعليم بنلاقيها فين بقى؟ يعني بص على صفحة إحنا بنلاقي المرضود دوت فين؟ أنا باجي في السنوات العامة أفتح صفحات للأوائل وأقول للأوائل ده أسمع الحكاية أب لم يدرك التعليم أم لم تدرك التعليم لكن فضلوا وراء أولادهم لحد لما حصلوا على واحد اتنين تل إيه ده؟ ده إيه؟ ده عرف منين؟ دي مخراجات اللي إحنا بنتكلم فيه دلوقتي ننزل للقرى ونصور حياة كريمة فنسمع الناس لا لا يا جماعة دومونشي الناس اللي إحنا متصورينهم فيه تغيير أو فيه تغيير حضرتك دلوقتي لو ما فتحتش التلفزيون فبتفتح السوشيال ميديا ما فيش حد بما فيه في اللاح دلوقتي بقى بيتابع حالة الطقس من خلال التليفون السمارت بيعرف حالة الطقس غير اللي هو عارفه وغير اللي هو راسخ في عقدته فإحنا عندنا متغير طبعاً وعندنا متغير وبيبان بيبان أصره بس بيبان إمتى؟ في وقت الحصاد وقت الحصاد بتاعنا في التعليم بيبان فيه النتائج حضرتك الأوائل من المدارس الحكومية الأوائل من القرى والنجوع وكلهم قصص إنسانية مليمة جداً تلاقي والدها مش عارف كان حارس عقار أو في الريف مزارع ومعها تسع مثلاً إخواتي متعرفش إشه إزاي دي نكحة مثلاً إحنا عندنا برامج وكان البرنامج دو أنا أحب أشير ليه كابيتانو مصر كان بيكتشف المواهب والنجوم إحنا شفنا مواهب حقيقية وشفنا أسر بالبلد شقيانة على عيالها وأمهات كان فيه أنا فاكرة كويس جداً الحالة بتاعت يوسف وأم يوسف يوسف ده كان بيعايد في الملعب علشان والدته اللي عندها كنسر وكان بيتيجي وراء فيه الملعب عشان يحقق حلمه حصل الولد اللي رايح يختبر ومعندوش كوتش يلعب بيه أيوه شفنا ده ده عنده حلم وعنده أب وامه بيسعوا وراه ومتكسفش يقول ده فإحنا عندنا سعي عندنا سعي عندنا وعي عندنا ياصل ياصل نيجح بقى بالنسبة قدي لا ده محتاج بقى قياسات ودواساته ما كانش فيه النهاردة لو هتكلمي حتى لو النسبة للنص مثلا يعني على قل فيه لا النهاردة أنا بشوف يعني لو بنتكلم على التعليم لا هو الستات النهاردة رباط البيوت والرجالة كمان عشرة بقى يعني حقنية كل الرجالة والستات عايزين ولادهم يتعلموا يكونوا أحسن ناس عشان هم شايفوا حياة معينة مش عايزين ولادهم يشوفوها كل ست بتشوف بنتها النهاردة بتتعرض لعنف ما بتقبلش ده من قبل جزعي زي ما انت قلت فيه بلاغات بتيجي من السيدات انه الأب هيقوم بختان البناتو ده هم السيدات نفسها الزوجات هم اللي بيبلغوا فلا طبعا فيه وعي كبير واكيد وصل لناس كثيرة جدا عايزين نوصل لناس أكتر وعايزين الوعي ده يكبر أكتر وأكتر مش غلط ومش عيب ولازم نعمل ده وكان حلو وقوي النقطة اللي تكلمنا فيها كمان نقطة القانون بيقف في صف المرأة وبيحميها في حال تعرضك لأي مضايقات في بيئة العمل وده كمان نقطة مهمة انك تشعري بالأمان في الشارع لان القانون بيجرم جريمة التحرش وكمان في بيئة العمل حمشكرك على كل القراءة الوفية اللي احنا اتكلمنا فيها النهاردة عن قضايا المرأة وما تحتاجه الوصايا عن نفسها الوصايا في حال طبعا طلقها أو وفاة الزوج كل حاجة بتعلق بالمرأة أفتسينة جدا أستاذة شايماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن نشكرك من كل قلبنا على وجودك معنا أكيد نتمنى إن شاء الله مخرجات إيجابية جدا جدا من الحوار الوطني بما يتعلق بالمرأة شكرا لك شكرا جزيلا لحضرتك وبنؤكد أن الحوار الوطني جلسته مستمرة وبنؤكد أيضا أن ملف المرأة على أجندة أولوياته وبنؤكد أن هذه الأجندة ليست فقط في المحور المجتمعي وإنما أيضا في المحور السياسي موثلة في نسب التصويت ونسب الانتخابات موثلة في المحور الاقتصادي موثلة في عدد كبير من المحاور التي تخص المرأة المصرية بكل تلوينها بكل فئتها المجتمعية من الإسكندرية إلى أسوأ على أي حال؟ فكده تكون حلقتنا خلصة النهاردة كنت معكم أنا مصطفى كتافي وكان بصحبتي زملتي بسانت الحسيني وكان بصحبتنا أيضا زملتنا هالة الحملاوي نشوفكم بكرا إن شاء الله في نفس المعاد نصبح عليكم مرة تانية صباح الخير عليكم جميعا وصباح الخير يا بسر